المشاهدين عبر الصوت والصورة يحدثنا الأستاذ بهاء محمود الخبير في الشؤون الأوروبية أستاذ بهاء بعد التحية بشكل أو بآخر والسؤال البديه الآن هل أزمة كورونا أثرت من قريب أو من بعيد على اتفاقات براكسيد ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؟ في اعتقادي لم تؤثر على دينماكية الاتفاق أو على شكل الملفات أو حتى على مسألة الأفق بين الطرفين ورؤيتهم بل فقط أثرت على المدة الزمنية لأنه إلى حد ما كان هناك تعطل في إجراءة مفاوضات أو محادثات بين الطرفين لكن هذا الأمر لم يخرج منه أنه فقط تعطيل قليل لكن في طوال الوقت كان هناك اختلاف ثابت لم يتغير هناك يعني توقف المفاوضات أحيانا بسبب يعني جمود الأراء بين الطرفين تمسك كل طرف برأيه أو على الأقل عدم موجود يعني شيء جديد يدفع المفاوضات أحيانا كان هناك بعض التصريحات من جانب بريطانيا تقول انتهت المفاوضات ولن نقبل بذلك ثم نرى مرة أخرى أحديث عن عدد المفاوضات مرة أخرى وبالتالي لم تكن كورونا هي العام الحقيقي في هذا الجمود الأوروبي البريطاني طيب بالنسبة لي الملفات المشتركة في هذه الاتفاقيات ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين بريطانيا نحن نتحدث عن ملف الطاقة نتحدث عن ملف النقل نتحدث عن حتى يعني مصايد الأسماك بشكل كبير هذه الملفات وأولوياتها بشكل كبير على الساحة المشتركة ما بين أوروبا وبريطانيا في هذا التوقيت تحديدا أنا في اعتقاد ملف الطاقة ليس ملفا كبيرا أو مهما بين الطرفين الطرفين يتعاملان مع الطاقة كونهما يتم استراد الطاقة من دول خارج أوروبا أو خارج حتى يعني خارج القارة عموما بريطانيا تأخذ الغاز من قطر ومن دول مثل النرويج التحاد الأوروبي تم اعتمد على الغاز الروسي إلى ما لذلك لكن المسألة الأكثر أهمية في وجهة نظري والتي فلا يعني هي مربط الفرص بالنفاوضات هي مسألة مصايد الأسماك بريطانيا عبارة عن جزيرة معظم الدول الأوروبية التي لديها بها حدود هي حدود بحرية سواء كانت فرنسا أو هولندا أو بلجيكا هذه الدول تعتمد في اقتصادها بشكل كبير أو بشكل كبير في التعاون بينها وبريطانيا على مسألة الأسماك البريطانية مسألة الأسماك البريطانية لديها ميزة للأوروبيين وعيب لديها بريطانيا بالنسبة للميزة الأوروبية أن هذه الدول لديها حصص في المياه البريطانية تعمل على إعادة تصنيعها داخل دولها ثم بيعها مرة أخرى لأوروبا وكذلك لبريطانيا المستهلك البريطاني يفضل صناعة الأسماك القادمة من دول أوروبا على صناعة الأسماك البريطانية بالرغم أن مصارية الأسماك هي بريطانية لكن صناعة الأسماك نفسها الجودة الأفضل من الدول الأوروبية هذه المسألة كانت مصار نقد وهجوم من جانب الشعبوي في بريطانيا قالوا أن عندما تخلص من عضو الاتحاد الأوروبي ستكون هذه المصارية ملكة لنا ونفعل بها ما يشاء على رغم أن حجم الناتج القوم الإجمالي الذي يأخذ من المصايد لا يتعد هذا في المية بريطانيا ترى أنه إذا كان هذه المسألة غير مفيدة لبريطانيا لكن يمكن أن تكون وراء الضغط على الاتحاد الأوروبي فلماذا لأنه نعطلها حتى نأخذ أكبر قدر من الفوائد بريطانيا تريد الآن أن تغير الحصص الأوروبية وأن تكون هي من تحكم في الحصص مصار الأسماك وأن تغيرها من عامل آخر أوروبا تريد سبات الحصص كما هي وأن تكون نفس المقادير ونفس العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كما هي بعض الانفصال ومنسمى هذه الخلاف سابت الخلاف مرده أن بريطانيا تريد أن تحصل على مزايا أخرى خارج العضوية تكون أكبر من علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا أو أكبر من علاقة الاتحاد الأوروبي مع سويسرا وكذلك النرويج وبالتالي تفصيل علاقة جديدة تحصل بها على مزايا العضوية وتقلل من أضرارها بنسبالها هذا هو سؤال الأخير لك وسريعا أستاذ بهاء إذا تفضلت نعم لو نتحدث عن المؤامات المتوقعة ما بين الطرفين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ماذا نقول عنه بشكل سريع المؤامات هي فكرة أن الحصص لا تتسير بنفس قواعد الاتحاد الأوروبي وليس تتحكم في بريطانيا وبالتالي تكون حصص جديدة لكن أقرب لتقليل القديم وفي نفس الوقت لا تترك لبريطانيا كل عام تفعل بها ما تريد وبالتالي لو فرضنا أن هناك حصص بمعدل 25% أو 50% أي رقم بحيث أن تكون الأرقام سابتة وتكون قابلة للتعاون ودخول الدول الأوروبية المسكورة فرنسا أو هولندا أو بلجيكا للمصائد البريطانية دون أن يكون هناك رقابة أو يكون تدخل بريطاني يعيق للصيادين الأوروبيين من العمل في هذه المياه وبالتالي ترويج الصناعة الأوروبية كما هي الأستاذ بهاء محمود الخبيرة في الشؤون الأوروبية حدثتنا عبر الصوت والصورة من القاهرة أنا أشكرك شكرا جزيلا